موسيقى 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 المدرسين نحن وعدون ني Perron موسيقى المشري الماسر الذي يوجد في المعالم صعب الوضع ليست صعب موسيقى موسيقى المشفى المركز ومالجز فهذا السبب يجعلنا عدم أنه لا نستطيع نشتغل في زوجتي استشهدت في بنات اثنين أسماء وسلمة رحمه الله جميعا في أخوي كان عندي كمان كل ياتنا دول استشهدوا رحمه الله في عندي في بنات اثنين هؤلاء زالوا مرحلة العلاج من فترة قصيرة طلعناهم المشفى ولكن العلاج مستمر في عائشة أربع سنوات أربع سنوات نص تقريبا عندها معالجة فيزيائية بشكل يومي في عندها بالركبة وفي القدم لا زالت وضع يعني ليس كما يجب والحمد لله رب العالمي لازم نعالجها موضوع أنه الأطفال لا زالوا يخافوا لا زالوا يخافوا يذكروا موضوع الزلزال بشكل يومي بالإضافة لأنه بس ما أكون موجود مثلا أنا في احتياجات مثلا لازم أروح مثلا على البقالة وروح على الصلاة وروح على مكان زيارة أجيب غرض كده فالبنات بخافوا خاصة الأطفال الاثنين صغار يخافوا أنه مثلا أتأخر يعني أحيانا تصل فيه من تليفون أختها أنه بابا طولت لا تطول علينا تحكي معي فيديو وهي خايفة أنه بابا قريبا جاي يلا على الطريق لأنه عاشوا مرحلة بداية الزلزال الرعب والخوف اللي صار والتشتت كل واحدة راحت على مطرح مثلا كل واحدة بمشفى بالبداية الزلزال صار صار مثلا يعني المحيط المحيط لما طلعوا شافوا البناية كيف الجيران كيف المدينة صار تغيرت كل المعالم فصار فيه نوع من الصدمة لهاللحظة ما تخلصوا منها طفلة ما تعرف وينها وين با ماما وينها راحت على الجنة حتى اليوم اليوم بالذات قلت بابا أنا بدي أجت لعند الصبح قلت بابا بدي أروح لعند ماما خلاص طورت ماما لازم لي أروح لعنده حاول أقناع عنه بنتي وماما وضعها كذلك حد هاللحظة ما قتل أنه ماما توفت مثلا ماما راحت على الجنة ماما سافرت نحن بعد فترة نسافر كلياتنا على هذا الطريق كذا لهاللحظة ما ذكرت أماه أنه مثلا والدتك توفت